في السويد قتل معلم وتلميذ وأصيب شخصان جروحهما خطيرة في هجوم على مدرسة نفذه صباحا مقنع يحمل سيفا بعد ساعات من الاعتداء توفي المهاجم متأثرا بجراحه إثر إطلاق شرطة النار عليها الاعتداء نفذ في مدينة ترولهاتن التي يقتنها سكان من أصول مهاجرة من الطبقة العاملة مصادر إعلامية محلية ذكرت أن المقنع قام بالاعتداء لدوافع عنصرية ضد المهاجرين في البداية ظننا أنها مسحة عيد الهالوين التنكري تقول طالبة كانت وقت الحادث وعند سؤالها متى أدركتم أن الأمر جدي أجابت عندما بدأ الطلاب بالصياح وجريح أساتذة مع طلاب آخرين بينما تؤكد وسائل الإعلام أن المهاجمة البالغة من العمر 21 عاما كانت تحركه دوافع عنصرية الشرطة اكتفت بالقول إنه من سكان المدينة ولا يحمل سجلا إجراميا ولم تكشف عن اسمه أو حالته العقلية شكرا شكرا Cannon